زيزو هيتجدد ورده بص خلينا اتفق ان زيزو مرة واثنين وثلاثة أثبت حسن ناية حتى مع الأرقام الكبيرة قوي اللي بتتعرض عليه يعني انت هي المشكلة بين المشكلة في موضوع زيزو حاجة واحدة بس ان لو انت جيت تقدر زيزو ماليا مش هتعرف كنادي الزمالك عشان بيجيله فلوس بكتير بالدولارات الله يناورا عليك فهتيجي تقول له مثلا مثلا هتديك نص المبلغ طب هتديله نص المبلغ هو جاي له تلاتة ونص مليون دولار هتديله مليون وسبعمل وسبعمل وخمسين ألف دولار صعب جدا هو كمان مع صديقنا ابراهيم فيا قال لك انا لو هاخد عشر اللي هاخده بره من يعني مش هعرف هاخد عشر اللي انا باخده بره اللي انا هاخده بره في الزمالك بس انا مرتبط باسم الناد الزمالك زيزو كل قصته ان لو الزمالك هو اللي عايز يبيعه ما عندوش مشكلة فيه يعني هو ما عندوش مشكلة ان لو انا ابقى حل بس بشرط ان الزمالك هو اللي يكون عايز مش اللي انا بقول انا عايز انما تيجي تجدد معايا انا هاخد معاك على التربية بتسبع الكلام اللي بتقال انه سيبك من المئة مليون والخمسين مليون والسبعين مليون الكلام ده كله تاني يا كريم لو قعدت تقدر زيزو برقم مش هتعرف خلينا نبقى منطقيين زيزو فترة من الفترات وانا قلتها مرة واثنين وهو نفسه قالها وكلمش كبالة في الموضوع ده اتعرض عليه كان جاي له خمسة مليون دولار من الرهان القطري في الفترة دي كان عندو شرط جزائي باثنين ونصف مليون دولار هو مش تعرض عليه هو اتعرض مبلغ عن نادي كان سهل جدا لو زيزو عايز يبيع يحط اللي اتنين ونصف مليون دولار في اتحاد الكرة ويطلع بالشرط الجزائي وحط اتنين ونصف مليون دولار في جيبه غير الفلوس اللي هو هاخدها فانت عايز ان زيزو هيجد طبيعي جدا ان تقعد معي عارف انا لو انا موجود في مفاوضات زيزو عامل ايه اعمل حاجة بسطة جدا تعمل ايه بقى زيزو عايز ايه اخد عقده اكتب المبلغ اللي انت عايزه نتزى مالك شريك بس حط في دماغك الناد الزمالك امكانياته مش نفس الانديه حط المبلغ اللي رضيلك حلوة برضو ملعوبة اللي هو يعني ويمسك القلم هيكتب بقى براحتك اه اخد بالك هيجي في دماغه جمهور الزمالك وايجي في دماغه النادي والتاريخ واللي ادي له هو المفتاح لان هتقعد تتفوض معاه تقوله انا هتطلق خمسين مليون طب انا جاي لي 173 مليون ولا 175 مليون هتقدرني ازاي انا ربنا سبحانه وتعالى ما عارفوش ما طلعوش بسلامة بدي عارفوه بالعقل انت هتعرف تقدر زيزو ازاي انت كريم اهو نتزى مالك هتجدد انا مش عارف طبعا رقم كبير راجب بيجي له ارقام كبيرة جدا فاكيد مش عارف واتنين وثلاثة كريم هو الراجل نفسه ابدى حسنينية الاخر حاجة صح صح